والله غرضه، هسنا نشوفكم دي جيت على كناس دي جيت على كناس على وشك كين اليوم دي اي بي من هدروش على دي اي بي هي إجابة وزيري العمل عن موضوع شكل لسنوات عدة أرقا لعمال عقود ما قبل التشغيل قرابة المليون وأربعمائة ألف موظف في إطار هذه العقود رقم رهيب يطرح العديد من التساؤلات أما مغياب رؤية واضحة لدى الحكومة لخل الملف الحل يعني في انتظار ذلك يجب التجند هما كشباب جامعي وعبر الفئات في جمعيات منظمة وفي نقابات منظمة وندعوهم من المنظر هذا أن يتقدموا الوزارة الداخلية والوزارة العمل باش يخذوا الاعتمادات تحهم ويدروا جمعيات عامة ويطالبوا بحقوقهم لأننا لا نتكلم عن العشرة من الناس ولا مئة شخص أرى أم هذه مليون وربعمائة ألف وعائلاتهم إلى غير ذلك وتكون تحهم طالب تحهم منتظمة ويقدموها بكل راحة للمسؤولين احتجاجات واغتصامات أبطالها موظفون بدون مناصب لهم بطالون ولهم موظفون وغود كثير قدمت لتكفل بوضعية هؤلاء وإدماجهم لكنها مجرد كلام يقول أحد المعنيين نحن لسنا موظفين يعني ليس نزلين على حقوق الموظفين بالمعنى العصح ولسنا بطارين لحد الساعة يا سيدي الفاضي لن نتلقى أي رب من أي بسؤول أصحاب أوقود ما قبل التشغيل مصرون إذن على افتكاك مطالبهم والمتمثلة أساسا في الإدماج غير المشروط مع فتح باب الحوار اشتركوا في القناة